بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم جميعا طلبة البكالوريا في هذا الفيديو جديد إن شاء الله راكم بخير وإن شاء الله راكم بالصحة جيدة في هذا الفيديو رايح يندروا مقال مقترح في مادة الجغرافية لجميع الشعب بعد ما درنا مقالات مقترحة في مادة التاريخ درنا مقال النظام الدولي الجديد درنا مجازر 8 ماي درنا هجومات شمال قسنطيني درنا مؤتمر الصمام كل مقالات مقترحة درنا في جغرافيا حركة رؤوس الأموال اليوم إن شاء الله ندروا مقال مقترح وقادر يطيح لجميع الشعب في البكالوريا هذا المقال في مادة الجغرافية من الوحدة التعلمية الثالثة وحدة الاقتصاد والتنمية في دول أجنوب من الوحدة الثالثة وضعية الأولى الاقتصاد الجزائري في العالم هذا الاقتصاد الجزائري طاحت في بكالوريا 2019 لشعبة أداب وفلسفة اليوم ندروا الاقتصاد الجزائري وغدا إن شاء الله ندروا مقال مقترح درس الهند وثم ندروا بعد غدا ندروا البرازيل وبعدها إن شاء الله ندروا المراجعة النهائية ندروا المقترحات النهائية مراجعة نهائية لجميع التلاميذ اللي بدأوا وليما بدأوش وإن شاء الله الاستفادة للجميع وعلى ما كامل في مادة التاريخ وجغرافيا لجميع التلاميذ قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة سوف اعلى الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا اعجاب الفيديو نبدأ لكم على بركة الله المطلوب في هذا المقال تسعى الجزائر في اطار الانفتاح الاقتصادي جزء الثاني جزء الثاني هو جزء المقال تسعى الجزائر في اطار الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته منذ بداية تسعينيات القرن الماضي الى تنويع شركائها التجاريين الا ان النصيب الاكبر من مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي المطلوب هنا انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست اكتب مقالا جغرافيا تبين فيه السؤال الاول طبيعة المبادلات التجارية لجزائر مع الاتحاد الاوروبي عوامل بقاء الاتحاد الاوروبي اول شريك تجاري لجزائر السؤال هذا من الدرس الاول الوضعية الاولى من الوحدة الثالثة الاقتصاد والتنمية في دول الجنوب احنا اقراوه للاقتصاد بلادنا وسهل يا جماعة هذا الدرس اقراوه للاحتياط كين تلاميط قالوا لمن اقراوه وهذا اكبر خطأ اقراوه للاحتياط اردنا اعطوكم الاجابة انتع هذه الاسئلة هذه هو المقار الجزء الثاني المقدمة اشوفوا وشدروا احنا وطفوا فيها فكرة الجزائر بين السعي لتنويع شركائها التجاريين وارتباط مبادلاتها التجارية بالاتحاد الاوروبي لازم نوضفوها هذه العبارة او اي مقدمة وظيفية اي مقدمة واجهة تصلح ونطرح السؤال لازم تطرح السؤال في المقال السؤال الاول طبيعة المبادلات التجارية لجزائر مع الاتحاد الاوروبي طبيعة المبادلات التجارية لجزائر مع الاتحاد الاوروبي إجابة كما تفهمنا عناصر كما رانا ديرينها ما ندروهاش على الشكل فيقراء يعني هنا نوعية المبادلات التجارية في هذا السؤال وش رانا نصدروا لهم وش رانا نستوردوا من عندهم عفوا في هذا العنصر ندروه مع الاتحاد الأوروبي في الدرس هذا يا جماعة تلقوا طبيعة المبادلات مع الدول العربية والدول الإفريقية تلقوا مع دول أوروبا وتلقوا مع بقية العالم في الباكالورية 2019 طاح له ماذا السؤال؟ أدب وفلسفة يعني هذا العام ممكن نجيك مع بقية العالم مع الدول الإفريقية والدول العربية أقرأوا هذا الطرس ونحن نشوفه اليوم مع الاتحاد الأوروبي يعني نوعية الصادرات ونوعية الوالدات شرانا نصدروا لهم وشرانا نستوردوا من عندهم طبيعة المبادلات في الصادرات شوفوه ش عندنا مبادلة مواد أولية معدنية مواد أولية معدنية الفوسفات والطاقوية بيترول وغاز مواد زراعية ومور بعض الخضر عادي نصدرهم لهم وشرانا نجيبه من عندهم وشرانا نستوردوا منتجات مصنعة آلات أجهزة مصنعة ونصف مصنعة قطع الغيار وسائل تكنولوجية مواد غذائية القمح والحليب هذا وشرانا نستوردوا من عندهم نشوفه السؤال الثاني عوامل بقاء الاتحاد الأوروبي أول شريك لجزائر نقول لك عوامل بقاء الاتحاد الأوروبي أول شريك لجزائر الأسباب لخلات بقاء الاتحاد الأوروبي أول شريك لجزائر وللعلم الاتحاد الأوروبي جامعة يعتبر أول وأهم شريك تجاري لجزائر أول وأهم شريك تجاري لجزائر في 2013 كانت لنسبة المبادلات جزائرية مع الاتحاد الأوروبي عام 2013 كانت حوالي 61-62% لذلك يعتبر أهم وأول شريك عوامل بقاء الاتحاد الأوروبي أول شريك لجزائر عندنا العامل الجغرافي العامل الجغرافي قرب الجزائر من دول الاتحاد الأوروبي سهولة الملاحة البحرية القرب الجغرافي من دول الاتحاد الأوروبي هذا خفض تكاليف الانتاج وتكاليف النقل عامل تاريخي الاستعمال الفرنسي والعلاقات التاريخية مع بلدانه هذا عامل تاريخي عامل اقتصادي ضعف اقتصاد الجزائر صناعة تجارة خدمات اتفاق الشراكة المواقع عام 2002 كذلك حاجة اوروبا للمحروقات نقدر نزيدها حاجة اوروبا للمحروقات جزائرية وحاجة جزائر الى التكنولوجيا الاوروبية يعني ندل ندل نحتاجهم ويحتاجونها في الخاتمة نشوفو اش ندلو تنويع الشراكة للتخلص من التباعية لازم نوضفو هذه العبارة حتمية تنويع الشراكة للتخلص من التباعية لازم ندلو شراكة تقبل كل خاتمة وظيفية وكل خاتمة وجهة صحيحة تقبل وضف له هذه العبارة المهم الاجابة تكون على شكل عناصر ان شاء الله تكونوا استفدتم وما تنسوش البرتاج والفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ربي يوفقكم وربي يبارك فيكم ترجمة نانسي قنقر